غضب في الحي الصناعي بمدينة الكوت في محافظة واسط واحتجاجات عمالية والسبب رفع أسعار الإجارات الخاصة بمحلات تصليح السيارات وفرض رسوم إضافية على الخدمات الأساسية بما في ذلك رفع النفايات من الحي ومن يرفض شروط الدفع الجديدة يغلق محله واقع يرفضه أصحاب المحلات والكسبة في الحي الصناعي الذين أعلنوا إضرابهم عن العمل تنديدا بالقرارات الجديدة المفروضة من بلدية الكوت كل ما هاي يجون هنا يجون مكافحة أو شرطة ما شون يعزون محلات كأنها مع أصابات ولا تقول إحنا محلات ممتلكيها من بلدية صالنا سنة كل واحد صالة 30-40 سنة وقال رزقنا مقطوع صالة سنة كل يوم هي جايك لو مكارباء لو بلدية لو جايين شي اسمي علموا نفايات لو علموا شي وجايزة يدون سنة عن سنة إيجارات يوم عن يوم جايزة للإيجارات وإذا ما يجون يعزلك الله شاهد أنا من الناس ثلاث سنوات هاي أدائن الإيجار ومرة شوية تأخرت عن الإيجار أطلع بره وقف له المحل وطلع ماكو هيش ظنوم هسأطلب الحي الصناعي وشوف أكو عمل بي ماكو أنا من الناس قاعد نقابة الميكانيك في اتحاد العمال في واسط أكدت مطالبتها لمديرية بلدية الكوت بتخفيف قيود استحصال المبالغ المستحقة الدفع ومراعاة ظروف العاملين في الحي الصناعي لكن رئيس بلدية الكوت قال إن قرار دفع مبالغ الإيجار الجديد تم بناء على طلب المستأجرين للمحال التجارية على حد زعمه بعض المستأجرين طلبوا أن يكون الإيجار ثلاث سنوات باشرت مديريتنا بتقدير هذه الأملاك وإعلانها على ثلاث سنوات حيث نص القانون على أن هذه الإيجارات يدفع ثلث المبلغ من الإيجار وكذلك الرسوم التنظيفات والمهنة بعض المحلات تم الاعتراض على هذا الشيء بادرنا بأن يكون هناك دفع الإيجار سنويا مع رسوم النفايات والمهنة والإعلان خلال السنة الواحدة وتم حل هذه المشكلة ركود السوق وقلة الإيرادات والوضع الاقتصادي السيء عوامل صعبت من مهمة دفع المستحقات المالية السنوية للمستأجرين وفاقمت معاناتهم